فيديو النهاردة انا مش محضر فيه ولا كلمة. انا بس كتبت اسم الموقع اللي هنشتغل عليه. يعني انا مش عارف هقولك ايه الكلمة اللي جاية. لكن اللي انا عارف ومتأكد منه ان انت بقى لك فترة كبيرة على الانترنت بتدور على شغل اونلاين ومش لاقي. ونفسك تلاقي شغل فعلا بيكسب فلوس وتقدر تكسب منه حتى ولو واحد دولار. بس بشرط ان اللي يقولك على الشغل ده يكون جربه وكسب منه فلوس فعلا. وزي انا وعطى حضرتكم على التليجرام وقلت لكم ان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون فيها شغل ومواقع ممتازة وتقدر تشتغل عليها. فموقع النهاردة انت هتكسب منه بنسبة متين في المية. وحط تحتها مليون خط. وخلينا اتفق معاك اتفاق هيعجبك. لو انت ما تفرجتش علي النهاردة وبعدها اشتغلت على الموقع وكسبت فلوس فعلا الغي اشتراكك من القناة. زي ما بقولك كده انزل اشترك في القناة واعمل لايك الفيديو واعمل لو انت ما كسبتش من فيديو النهاردة بس فعلا تكون داخل وعايز تشتغل وتكسب من الانترنت شغل اولاين حقيقي وتعمل حتى ولو خمسة دولار ان شاء الله هتعمل اكتر من كده. بس انت لو عملتش ده الغي اشتراكك من القناة. لان انا متأكد وبنسبة كبيرة ان شاء الله ان حلقة النهاردة هتكون بالنسبة لك اول شغل اولاين ليك حقيقي تقدر تكسب منه فلوس. واللي بخليني واسك وبكلم معك بالطريقة دي ان موقع النهاردة بقاله تمنتاشر سنة شغال. تمنتاشر سنة الناس بتشتغل على الموقع ده. محدش كتير يعرفه. وعدد الناس اللي بتشتغل على الموقع وصل النهاردة لأكتر من اربعة مليون شخص. اربعة مليون شخص بيشتغلوا على الموقع وبيسحبوا وبيكسبوا منه فلوس. ده غير طبعا ان شفت فيديوهات كتير وشفت مقالات كتير ومواقع كبيرة جدا بتتكلم عن الموقع بتقول ان موقع كويس جدا وامتاز. بس فيه اربع شروط لازم تعملهم من غيرهم مش هتقدر تكسب من الموقع. اول شرط انك لما بتعمل حساب على الموقع وقبل ما بتشتغل عليه بيكون في اختبار عبارة عن خمسة وعشرين سؤال لازم تجاوب عليه وتنجح في الاختبار ده بنسبة تمانين في المية. عشان كده في اول الحلقة قلت لك شغل اونلاين. احنا جايين النهاردة نشتغل مش جايين نلعب. وهقول لك برضو ازاي انت تعدي الخمسة وعشرين سؤال وتكتازي الاختبار وبنسبة مية في المية كمان. الحاجة التانية او الشرط التاني ان الموقع بيعرض عليك اكتر من شغلانة اكتر من وظيفة. مش حاجة واحدة. ولكن عشان تشتغل الوظيفة دي او تبدأ في الوظيفة دي لازم تتدرب على الوظيفة. فيه اختبار معين. فيه كتالوج. فيه دليل. الموقع بيقول لك ازاي تنفذ الوظيفة دي. عشان تبدأ تشتغل عليها. زي مرحلة تدريب. عشان يضمن ان انت كمستخدم مهتم فعلا بتنفيذ الوظيفة دي والشغل على الوظيفة دي ويشوف مهارتك ايه. ودليل الوظيفة ده بيبقى عبارة عن كم ورع انت بتقراهم عشان تفهم ازاي انت هتشتغل الوظيفة او هتعمل الشغل اللي مطلوب منك. وفيه طريقة كمان تبدأ بها الوظيفة غير انك تقرأ الدليل او تقرأ طريقة عمل الوظيفة. هو انه بيدربك على شغل الوظيفة دي اكتر من مرة. يعني مسلا وليكن انت هتشتغل وظيفة معينة والوظيفة دي هيدربك عليها عشر مرات او عشرين مرة. هيبقى مطلوب منك انك في العشرين مرة دول تعمل الوظيفة بشكل صح على الاقل اتناشر تلاتاشر مرة من اصل عشرين مرة. عشان يضمن ان انت لما تخش الوظيفة هتعملها بشكل سليم. وما تقلقش الوظيفة اللي انا بقول لك عليها دي او الشغلان اللي انا بقول لك عليها دي وعدد المرات اللي انت هتشتغلها المرة الواحدة مش هتاخد منك تلاتين ثانية. يعني نص دقيقة تعمل فيهم تدريب على الوظيفة مرة واحدة. وانت المطلوب منك تعملهم حوالي تلاتاشر او اربعتاشر مرة من اصل عشرين مرة. وكل ده انا هعرف لك ازاي تعمله. وهمشي معاك خطوة خطوة. الشرط التالت عشان تعرف تكسر من الموقع ده لازم تكون عارف ان ارباحه كويسة الى حد ما. وبقولك الى حد ما لان الارباح بتختلف من بلد لبلد. مش دايما الارباح متساوية. تاني حاجة مهارتك وخبرتك. كل يوم ليك على الموقع كل ما خبرتك بتزيد كل ما ارباحك بتزيد كل ما الشغلي بيكون معروض عليك اكتر كل ما بتوصل لارباح اكتر واكتر. ودي نقطة مهمة جدا. انك ما تشتغلش على الموقع مرة واثنين وتلاتة وتوقف. لأ انت ازم تشتغل عليه مرة واثنين وتلاتة وعشرة. لان زي ما قلت لك كل يوم ليك على الموقع وكل ما مهارتك بتزيد وكل ما خبرتك بتزيد كل ما الشغلي هيكون اكتر عندك وكل ما ارباحك هتكون كويسة جدا ويمكن اكتر كمان من الدول الخارجية. انت بجهدك وخبرتك تخلي ارباحك اكتر. اما الشرط الرابع والاخير والاهم من التلات شروط اللي فاتوا ان الفيديو ده لو وصل لالفين لايك لو وصل لالفين لايك بس ان شاء الله بعديها بيومين او تلاتة بالكتير هنزل لكم فيديو اقوى منه وموقع مجاني مش محتاج منك اي رأس مال. زي موقع النهاردة. موقعنا النهاردة مجاني برضو مش محتاج منك اي رأس مال. وهيكون اسهل. هشرح لك موقع اسهل بدون اختبارات وبدون اسئلة بدون اي شيء. هتخش تسجل تكسب على طول بازن الله. مش باقي خطوات بسيطة طبعا لانك لازم تشتغل عشان تكسب من الانترنت. وان شاء الله هتلقى الفترة اللي جاية فيديوهات كويسة جدا جدا جدا. تعلمك يعني ايه الشغل اونلاين. مش بس كلمة ربح من الانترنت. لأ هتبقى ربح وتطبيق وسحب الفلوس بازن الله. طبعا هكون سيب لكم كل الروابط اللي هنتكلم عليها النهاردة في وصف الفيديو. وانت نازل في وصف الفيديو ما تنساش تدوس على زر اللايك عشان نوصل لالفي اللايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل عشان زي ما انت استفدت ان شاء الله لانك هتستفيد بازن الله من فيديو النهاردة غيرك يستفيد. يلا بينا. اهلا بكم مرة تانية يا شباب. بأكد عليكم مرة تانية ما تنساش انك تشترك في القناة. ولو انت اول مرة تتفرج على ابو ملك. عايز اقول لك ان احنا هنا عاملين قيمة تجريل كاملة لمواقع الربح المجانية. مواقع بدون اي رأس مال. مش محتاجة منك اي خبرة. مواقع للمبتدئين. وتقدر تشتغل عليها وتعمل منها رأس مال كويس. زي الفيديو ده اخر فيديو نزلناه على القناة. وزي الفيديو ده. مواقع مضمونة. مواقع تقدر تكسب منها. مبالغ كويس. ده يا شباب الموقع اللي هنشتغل عليه. زي ما قلت لكم الموقع بقى له تمنتاشر سنة شغال. من الفين وخمسة شغال. الموقع في الفين وحداشر يعني بعد ست سنين وصل عدد الناس اللي شغلين عليه مية وخمسين الف شخص. وفي سنة عشرين وعشرين وصلوا لاتنين مليون شخص. اما بقى في سنة عشرين واثنين وعشرين السنة اللي فاتت وصلوا لاربعة مليون مستخدم وشخص بيشتغلوا على الموقع ده وبيكسبوا منه. عشان كده كنت بتكلم معاك بالثقة دي في اول الفيديو. ان الموقع يعتبر مصدر دخل لناس كتير. وانت هتضيع الفرصة لو ما اشتغلتش على الموقع ده. عشان كده يريد تشتغل معايا او تتابع معايا الفيديو من الاول للاخر عشان تعرف كل خطوة. لان كل خطوة وصدقوني صدقوني. لو عدت منك مش هتقدر ومش هتعرف توصل لطريقة الشغل على الموقع. لما تخش على رابط الموقع هيفتح معاك بالشكل ده. بعد كده انت هتدوس على هنا هيتطلب منك بيانات مهمة جدا. وبقول لك مهمة لانها بتتوقف عليها الشغل بتاعك. فلازم تكتب بياناتك الصحيحة والحقيقة بدون اي تلعاب. لان انت هتشتغل على الانترنت. مش بس ربح. انا دايما بمين لكلمة الشغل على الانترنت. الشغل اونلاين. لان الشغل هو اللي بيجيب فلوس. هنا بتختار اللي هو الميل زكر ولا انسة. هنا بتكتب اللقب بتاعك او هنا بتكتب اسمك الاول. هنا اسم الجد او اسم الوالد. هنا مرة تانية بس خلي بالك في فرق ما بين يعني مسلا التايتل هو اللقب بتاعك وهو ان ان انت هتسجل بيدخول على الموقع. هنا طبعا الايميل وتأكد بقى ان الايميل ده ايميل بتقدر تيجي لك عليه رسائل وتتابع ايميلات اللي بتيجي من الموقع. هنا بتكتبه مرتين. هنا وهنا وبتأكد على ان هو يكون قوي. وبعد كده بتدوس على بعدها بيدخلك على الخطوة التانية اللي تكتب فيها تاريخ ميلادك والبلد اللي انت فيها. واللغات اللي انت هتستخدمها داخل الموقع. وطبعا في اللغات تستخدم العربي لو انت بتتكلم نغة العربية ومعاها استخدم اللغة الانجليزية. طبعا البلد بتاعتك وزي ما قلتلكم بتتوقف الارباح على البلد اللي انت منها. فانا هنا اختار مصر. بعد كده بتكتب العنوان بتاعك. بتكتب اللي هو الرقم اللي اقرب مكتب ليك. وهنا طبعا المدينة اللي انت فيها. وهنا رقم التليفون بتاعك. بعدها بتعمل علامة صح هنا. وتعمل علامة صح هنا. وتعمل علامة صح هنا. بعد كده بتدوس على بيحاولك للصفحة دي بيفهمك ان فيه تطبيق موجود للموقع على الموبايل تقدر تحمل التطبيق وتشتغل من عليه. ولكن انصحك انك استخدم متصفح الموبايل او الافضل انك تستخدم لكن انت ممكن تشتغل من الموبايل او من الكمبيوتر. بعدها وتنزل التطبيق لو نزلته هتدوس على ممتاز جدا. هيحولك لصفحة تسجيل للدخول ولكن مكتوب هنا ان في رسالة جات لك على الايميل فيها الرابط. الرابط ده لازم تدوس عليه علشان تقدر تكمل التسجيل. بتجي لك الرسالة بالشكل ده يا شباب. فيها الايميل بتاعك. فيها اليوزر اي دي. وده مهم جدا تحتفظ به. وفيها اليوزر اللي انت هتسجل به دخول. طبعا كلمة السر انت لازم تكون حافظة. وده اللينك اللي بيجي لك فيه الرسالة بتدوس على اللينك بالشكل ده. اللينك ده لتفعيل الحساب. كويس قوي. هنا بيرحب بيك وبيقول لك تلات خطوات لازم تعمله. بيقول لك اكتب العلمان بتاعك بالكامل. تدخل طريقة الدفع وملف الضريب بتاعك. وطبعا انا هقول لك ازاي تعمل ده لان الامر سهل جدا. بس تركز معي في الفيديو واحدة واحدة. بعد كده تبدأ تشتغل على الحساب بتاعك. هندوس على دي الخطوات طبعا اللي انت تعملها بيقول لك تخش فيه وتسجل ايه وتكتب ايه. كل ده انا هقوله لحضرتك. هندوس على طبعا برضو بيعرفك ازاي تدخل بيانات الدفع وازاي تدخل اللي هو الضرائب بتاعتك. برضو انا هقول لك ازاي تعمل ده فانت هتدوس على اخيرا بقى بيبدأ يقول لك املة الحساب بتاعك وعرفنا المهارات بتاعتك والهوايات بتاعتك وده برضو هقول لك ازاي تعمله. وندوس على ممتاز جدا يا شباب. احنا كده دخلنا على الحساب بتاعنا. طبعا دي اول صفحة هتلاقيها قدامك. مكتوب فيها بيانات الاتصال بتاعتك. البيانات الشخصية بتاعتك. وبقول لحضرتك دي حاجات مهمة جدا. لازم تكتبها بشكل صحيح. طبعا احنا كتبنا جزء منها واحنا بنسجل الحساب. زي مسلا الاسم الشارع او العنوان والسيتي. ولكن في بعض البنات برضو لازم تدخلها. زي مسلا اسم الشركة. لو انت عندك اسم في الشركة. او لو انت مسلا شغال في الشركة. مش شغال خلاص سيبها زي ما هي. تاريخ البيانات تتأكد منه. العنوان تكتبه بالكامل. زي ما هو قالك اكتبه بالكامل. الرقم البريدي والمدينة والمنطقة اللي انت فيها والدولة. طبعا رقم التليفون ومتاح لك انك تدخل رقم تليفون تاني. بعد ما بتدخل البيانات بتاعتك بشكل سليم هتدوس على بعد الخطوة دي هتروح للبروفيل بتاعك وتكمل البيانات لانها مهمة جدا عشان تتعرض عليك الوظائف بناء على البيانات اللي انت بتدخلها. هندوس كده على علامة دي علامة الشنطة دي يا شباب. وننزل تحت كده عند البروفيل. ممتاز جدا يا شباب. عندك هنا خطوات لازم تعملها. وانت هنا الملف الشخص بتاعك مكتمل بنسبة عشرين في المية. فانت لازم تدخل كل البيانات دي عشان الاكتمال بتاع الملف بتاعك يكون كويس ونسبته كويسة وتجي لك وظائف كتير. اولا عندك كلمة دي بتكتب كلام عن نفسك. اسمك ايه? سنك? تعليمك ايه? ايه المهارات اللي عندك لو انت عندك اه مهارات تكتبها? ايه الوظائف اللي انت اشتغلت فيها قبل كده? ايه اللي انت تقدر تعمله? كل ده اكتبه في السؤال اللي كلنا جاوبنا عليه لما جينا نقدم على شغل في الانترفيو. قدم نفسك. فانت فأبوت مي? قدم نفسك. بعد كده هتدوس على هتلاقي هنا حتى الملف بقى خمسة وتلاتين في المية بدل عشرين في المية. بعد كده هتدوس على بتكتب فيها او بتختار فيها نسبة التعليم بتاعك. دكتورة ماجستير. اتخرجت من كلية. تعليم متوسط. ايا كان نسبة التعليم بتاعك او مستوى التعليم بتاعك. وهنا طبعا اسم التخرج كلية بتاعتك مسلا محاسبة يعني كان وهنا الدرجة بتاعتك وتدوس على وطبعا لو انت عندك وزائف قبل كده او اشتغلت قبل كده بتبدأ تكتبها في المكان ده تكتب الوزائف بتاعتك. وهنا لو عندك موقع خاص او او مدونة ابدأ حط الرابط بتاعها في المكان ده بتتكلم عن ايه? والرابط بتاعها هنا. كل ده بيزود من فرصة ظهور شغلانات كتير ووزائف كتير ليك على الحساب بتاعك. خلصت الجزء ده هتروح بعد كده على ممتاز جدا. في هنا احنا حددنا واحنا بنسجل الحساب العربي والانجليز. بعد كده هتدوس على المهارات بتاعت حضرتك. مديك هنا اكتر من مهارة ومطلوب منك انك تختار المهارات المتناسبة معاك واللي انت تقدر تعملها عشان بناء عليه نعرض لك الوظائف والشغل اللي عندنا. مسلا نختار وصف المنتجات لها كتابة المقالات. تعلم على التالتة دول. دول مهمين جدا. برضو تعلم على المراجعات نصوص الاعلانات برضو تعلم على الاتنين دول هقولك ازاي تعمل كل المهارات دي حتى لو انت مش عندك. هنا كمان بيقول لك اختار هل تقدر تترجم? انت مسلا اختار ان انت كممكن تترجم اللغة العربية للغة الانجليزية. انك ممكن تترجم من العربي للانجليزي. وده برضو هقول لك ازاي تعمله. وتدوس على وممكن كمان تعمل حاجة تانية. انك ممكن تترجم من للغة العربية. اختار كده اللغة العربية بالشكل ده وتدوس على بعد كده لما بتخلص المهارات هتلاحظوا ان الملف بتاعنا وصل لخمسة وخمسين في المية. بعد كده عندك الهوبز والنوهاو. الهوبز اللي هي الهوايات بتاعتك. الهوايات اللي عندك. والنوهاو الحاجات اللي انت تعرف تعملها او الحاجات اللي انت عندك معارفة بيها. هندوس كده عليها بالشكل ده يا شباب. في رياضة. ايه 이هوات بتاعتك؟ وهي الحاجات اللي انت عندك علم بيها او معرفة بيها. وليكن مسلا ان نبدأ بالفوتبول جيم اكيد كلنا عندنا هواية تبهو انا عندي معارفة عنها. الباسكتبول انا عندي معارفة عنها. او والله انا لعبت قبل كده فانا عندي هواية التنس نفس القصة. لا انا عندي هواية وهكذا هواية السكواش او معارفة اللي انا عندي معارفة بالسكواش لكن ما عنديش هواية بنفس الطريقة شوف ايه الهوايات اللي عندك وايه الحاجات اللي انت عارفها وبعد كده بتدوس على اوكي بس خلي بالك وانت بتختار هيقول لك انت اقصى حاجة تختارها من الحاجات اللي انت عندك معارفة بها هي خمس حاجات اللي انت عندك معارفة بها اقصى حاجة تختارها هي خمس فانت اختار اكتر خمس حاجات انت عندك معارفة بها وحددها لكن الهوايات انت ممكن تحدد الهوايات اللي عندك كلها حدد كل الهوايات اللي عندك في كل المجالات. كل ده ممكن تحدده كهواية. لكن او المعرفة اللي عندك هتحدد خمس حاجات كاقصة رقم. بعدها بقى عشان تكمل التسجيل لازم تعمل طريق الدفع. زي ما قالينا في الاول كده التلات خطوات مهمين لازم نعملهم. نروح كده لطريقة الدفع وهي فيها بقى مشكلة بسيطة. والمشكلة ان حضرتك لازم لو انت في مصر تستخدم طريق الدفع اللي ما يعرفوش هو عبارة عن بنك الكتروني زي بيبالك. ولكن بيعتبر هو البنكي الاول والافضل حتى من بيبال. لانه فيه امكانية انه يبعط لك فلوسك على الحساب البنكي بتاعك. فبيونير هو الوسيلة المتاحة دلوقتي جوة مصر لاستخدام الحساب او لسحب الارباح بتاعتك. زي ما قلت لكم حسب اختلاف الدولة بتلاقي اكتر من وسيلة الدفع. لكن بيونير بما انه بنك عالمي فبتلاقيه متاح في معظم الدول. فانت المطلوب منك هتعمل حاجتين. هتضيف طريقة الدفع وتضيف الدرائق بتاعتك او هتدوس على بس هنا بيقول لك عشان تضيف طريقة الدفع بتاعتك وهي لازم بتاعك يكون في عشرين دولار. فانت هترجع دلوقتي للصفحة التانية وتدوس على تفتحها بالشكل ده عشان تسمح بخصم الدرائق منك وتدوس على بس مش اكتر من جدا. بعد ما بتخلص كل الحاجات دي. لو تفتكر في اول الفيديو قلت لك علشان تقدر تخش وتستقبل للوظائف وتجي لك وظائف ان انت تعمل اختبار. الاختبار ده عبارة عن خمسة وعشرين سؤال. طب ليه الاختبار ده? والاختبار ده على فكرة عبارة عن لغة انجليزية. طب ليه الاختبار ده? عشان نتأكدوا من المهارات بتاعتك ويتأكدوا ان انت فعلا تقدر على الشغل اللي عندهم والوظائف اللي عندهم. فتعالوا كده نروح للاختبار ونشوف ازاي نحله. لان زي ما قلت لك هساعدك ازاي تحله. هنطلع ورده فوق كده عند الشنطة دي او الوظائف. الخانة دي بتظهر لما تروح لكده ناحية الشمال وتختار رقم تلاتة. حتى هتلاقي جنبها كلمة واحد من وارب اللون الاحمر بيقول لك كده لازم تيجي في الجزئية دي. فاحنا هنخش كده عليها ونبدأ نحل الاختبار. يعني تأهل. تتأهل ليه الوظائف معنا. فاحنا لازم ندوس كده على ونتأهل لحاجة اسمها هي منصة اللي بتوفر الوظائف وبتوفر الشغل. طب ايه الخطوات اللي احنا عملناها دي? انت ما ينفعش تدخل مباشرة على لازم حاجة وسيطة. فالموقع اللي احنا بنشرحه النهاردة هو الوسيط اللي هيوصلك لليو من غير الموقع ده وفي موقع كتير برضو زيه بتدخلك على ما ينفعش تسجل في مباشرة. ما هو الا وسيط عشان تقدر تخش وتتآهل لليو اتش ار اس. فانت لازم تحل الاختبار ده عشان تسجل في اليو اتش ار اس. هعمل ايه في الخطوة دي? لو لاحزت هنا في الخطوة التانية بيقولك اضغط هنا عشان تسجل. فانا هاضغط على الرابط ده وافتحه في صفحة تانية. هيفتح معاك الصفحة دي بيقولك اعمل على مايكروسوفت. فانت هترجع للصفحة اللي احنا كنا فيها وهتاخد الايميل الموجود في الخطوة رقم تلاتة. هتاخده كده كوبي. وترجع مرة تانية له هنا. وتحط الايميل بتاعك بالشكل ده. وتدوس على بعدها بيقولك اعمل باسورد. انت هتعمل باسورد ده. واحفظ الايميل واحفظ الباسورد. لان الايميل هم اللي كاتبينه. فانت احفظ الايميل واحفظ الباسورد. هتبدأ تكتب باسورد القوي طبعا. حروف وارقام ورموز. بعدها هتدوس على هتكتب اسمك الاول والاسم التاني. نفس البيانات اللي انت كدبتهم في الحساب الاول. انا عارف ان الموضوع ممكن نكون خد وقت ولكن مهم جدا. صدقوني. مفيش شغل على الانترنت حقيقي. وبيكسب فلوس. الا لما لازم تتعفيه. بعد كده هتدوس على بعد كده هتدخل البلد وتغيخ الميلاد. بعد ما بتعمل بتفتح معاك الصفحة دي بيأكد عليك ان الاكاونت ده انت اللي هتستخدمه في الدخول على الحساب بتاعك وعرض الوظائف. هندوس بعد كده على كويس اوى شباب. في نفس الصفحة اللي احنا فيها هتكتب هنا الايميل اللي انت عملته على كده انت خلصت اول حاجة او التأهيل بتاعك الحالة بتاعته انتهت او يعني انت خلاص عملته هنروح بعد كده دقيق الصفحة الرئاسية اللي هي الجوبز المفروض تزهر الوظائف هنا ولكن زي ما انتو شايفين ما فيش اي وظائف لان احنا لسه ما كمناش الخطوات. هتبدأ بقى تدور على لو ما لقيتهاش اعمل قاعدة تحميل الصفحة او يعني هتكون موجودة قدامك هندوس كده عليها هتلاقي كل الكلام ده طبعا هتدوس على موافقة بعد كده هتدوس على مرة تانية هتفتح معاك الصفحة دي وهتدوس هنا على كلمة هحولك للاكاونت او للموقع بتاع وتدوس على طبعا انت هتسجل بايميل المايكروسوفت اللي احنا عملناه بعد ما بتسجل دخول على حسابك في لما بتدخل ايميل المايكروسوفت هتفتح معاك الصفحة دي بتوافق هنا وبتدوس على وبتنزل تحت برضو بتدوس على وانت كده فتح معاك حسابك على ازاي بقى ابدأ اشتغل هندوس كده على ودي كل الوظائف والشغلانات اللي مطلوبة والمتاحة لحضرتك بناء على البيانات اللي انت دخلتها وزي ما قلت لك كل يوم عاني التاني بتلاقي خبرتك بتزيد فبتلاقي المهمات بتاعتك بتكتر والوظائف بتاعتك بتكتر وارباحك بتكتر وزي ما انت شايفين ان المهمة مثلا هنا سعرها خمسة وتلاتين سنت وهنا وقت الوظيفة دي خمسة وخمسين سانية هنا المهمة دي مثلا سعرها واحد سنت وهنا وقتها او مدتها تسع سواني لو لاحزت انت ممكن تقول ايه ده سعر المهمة بسيط او سعر الوظيفة قليل اربعة سنت واحد سنت تلاتة سنت خمسة وتلاتين سنت ولكن حابب بقول لك زي ما بسيت على السعر بص كمان على الوقت بتاع الشغل او الوظيفة. خمسة واربعين ثانية. وهنا التسع ثواني خمسة وخمسين ثانية. تلاتين ثانية. فزي ما انت شايف ان السعر بتاع الوظيفة قليل ولكن عدد الوظائف كتير فوقت الوظيفة كمان قليل. الوظيفة الوحدة ما بتاخدش منك ثواني. زي ما قلت لك في الاول تلاتين ثانية. وهتلاحز كمان مسلا في الوظيفة دي هنا ادي الكاتالوج او الدليل بتاع الوظيفة اللي بيشرح لك ازاي تنفذ الوظيفة عبارة عن كم مرة عشان تنفذ الوظيفة بتاعتك. اول انت تخش يعني على الوظيفة عشرين مرة. فزي ما قلت لك انت منديك عشرين مرة انت ممكن تعملها تعمل تلاتاشا مرة اربعتاشا مرة بحيز يأهلك للوظيفة. طبعا حالك بترجم الوظائف للغة العربية عشان تعرف ايه الوظيفة اللي مطلوبة منك. هل تحب التصوق ساعدني في تحسين البحس المحلي من خلال معرفة ما ازا كان المتجر يحتوي على المنتج الذي يبحث عنه المستخدم. فهنا بيديك متاجر وانت بتدي اراءك للمتجر ده الموضوع كله زي ما قلت لك ما بيخدش اكتر من خمسة اربعين ثانية وبناء عليه حضرتك بتنجح في الوظيفة. فالموضوع ما بيخدش منك وقت خالص. يرجى التحقق من الترجمة ومعرفة ما ازا كان هذا مكونا مناسبا للوصفة. دي لايه علاقة بالطبخ. فبيقولك هل المنتج ده ليه علاقة بالوصفة ولا ملوش علاقة. طيب انا مش بعرف ترجم. عندك شهاد جي بي تي وهسيب لك في الوصف حلقة بتشرح لك ازاي تعمل حساب على شهاد جي بي تي. كمان لو انت ما عندكش حساب بيونير ما تقلقش هكون سايب لك في الوصفة حلقة بتشرح لك ازاي تنشئ حساب بيونير وازاي تنشئ وازاي تستلم منه ارباحك. ده كمان حساب بيونير ممكن من خلاله تعمل بطاقة وتسحب من اي اي تي ام موجود في البلد بتاعتك او حتى ممكن تعمل اي تي ام فقط وهمية على الحساب وتشتري بيها اونلاين او تسحب ارباحك على الحساب البنكي مباشرة. هنا مسلا وظيفة العنوان بتاعها تقييم صورة المرشحة. سيطلب منك تحديدا ما ازا كانت الصورة المرشحة زاتة صلة بالشخص وما ازا كانت الصورة زاتة جودة عالية. بيطلب منك بس انك تختار هل الصورة دي جودتها عالية? هل الصورة دي ليه علاقة بالشخص اللي يزهر قدامك وهكذا. دي الوظائف اللي مطلوبة منك. عشان كده قلت لك ما بتاخدش منك اكتر من تلاتين سانية. بس الموضوع كله بياخد وقت في اعداد الحساب وفي الانشاء الحساب وفي الدخول على الوظائف عشان تقدر تخش على اللي المهم جدا 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 وسهل جدا جدا انك تشتغل على الموقع ده بس زي ما قلت لك محتاجة انك تشتغل والموضوع بياخد منك وقت. المسألة مسألة وقت مش اكتر. وكده انا وضحت لحضرتك كل حاجة. في حلقة النهاردة وديت حضرتك طريق. تقدر من خلاله تفتح مجال للدخول في الربح والشغل على الانترنت انا برشح كلمة الشغل او بفضل كلمة الشغل اكتر من الربح. ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجراز على الكل وزي ما معطوكم لو الفيديو ده وصل لالفي اللايك ان شاء الله خلال يومين او تلاتة هنزل لكم فيديو سهل جدا من غير بقى امتحانات ومن غير اختبارات ومن غير اي شيء انت تعمله. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.